أقال رئيس جامعة دمار طالب النهاري المعين من قبل الميليشيا عميد كلية التربية محمود مغلس على خلفية مشاركته في الإضراب للمطالبة بصرف الرواتب وكان مجلس كلية التربية الذي يرأسه الدكتور مغلس قرر تأجيل الامتحانات النهائية بسبب عدم تسليم 70% من أعضاء هيئة تدريس سئلة الامتحانات وفي سياك إن متصل أعلن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة تدريس ومساعدهم بالجامعات اليمنية تضامنه مع الدكتور مغلس معتبرا قرار الجامعة مخالفا للقانون ولا يخدم التوجه القاضي بحل مشكلة الإضراب وعودة العملية التعليمية